موسيقى اهلا بكم من مشاهدينا الى النشر الاقتصادية المفصلة اليومية من الميادين الى العنوين موسيقى بعد قرار اغلاق الحدود اللبنانية امام المنتجات الزراعية السورية المصدرون السوريون يبحثون عن اسواق بديلة والفرص الاولى تبدو واعدة موسيقى عشية الاستفتاء البريطاني في الخروج من الاتحاد الاوروبي السيادة والحكم والاحزاب اواجس تخيم على المشهد الداخلي موسيقى وفي النشرة ايضا بعد ضغوط عملية السلطات الفرنسية تعود عن قرارها منع تظهرة نقابية في باريس موسيقى اهلا بكم اكثر من اسبوع على قرار الحكومة اللبنانية اغلاق الحدود امام المنتجات الزراعية السورية الحكومة السورية وبالتعاون مع اتحاد المصدرين يتجهان الى فتح اسواق جديدة للمنتجات تتجاوز بكثير الخطوة اللبنانية وتدعم الاقتصاد السوري في ظل العقوبات محمد الخضر من دمشق اسواق جديدة امام الخضر والفواكه السورية في مواجهة القرار اللبناني منع دخولها الى الاسواق اللبنانية اجتماعات مكثفة وجهود من الحكومة وقطاع رجال الاعمال الحصيلة التوجه الى اسواق واعدة تعوض السوق اللبنانية وتفتح افاقا اوسع في ظل حاجة الاقتصاد السوري للتصدير فتح السوق العراق هو السوق التقليدي للسوري للسورية هو السوق الاساسي للخضر الفواكه كانوا خضر طازجي واكتر فواكه من غروبه بالعراق هي خضر السورية الطازجي لدينا تفعيل الخط البحري داعد وزارة الاقتصاد تفعيل الخط البحري لجاه روسيا كنا بالجزائر عملنا تفاقيات ان شاء الله تزيد نوع من السمار الصلبة تبعنا التفاح النجاص السمار اللي بتتحمل البحر برتغال ان شاء الله كمان لدينا خط ضخم على روسيا أسواق تتجاوز قدرتها الاستيعابية بكثير ما كان يصدره المنتجون السوريون إلى لبنان توقف إرسال حمولة 600 شاحنة شهريا إلى السوق اللبنانية لا يشكل ضغطا على زراعة السورية قراءة تضعه في إطار سياسي خصوصا في ظل الخسائر المتبادلة أي تصدير لأي سلعة هو بحقق مصلحة وبحقق منفعة لطرفين لو لا أنه في منفعة ومصلحة لطرفين أكيد ما رح يتم هذه العملية ودائما قرارات المنع بتتجه معك للطرق غير المشروعة يعني طالما في قرار منع بلدين متداخلين وعلاقاتهم كثير قوية ومتينة رح يكون في بداء الأخرى في قائمة الحلول لفتح أمام الصادرات الزراعية السورية يجري بحث استجار ناقلة بحرية ضخمة خطوة تزيد تكلفة النقل لكنها كفيلة بزيادة كبيرة في حجم الصادرات فرض القرار اللبناني على دمشق البحث عن آليات جديدة لإيصال الصادرات الزراعية السورية إلى أسواق واعدة تحرك مهم أن ينعكسوا إيجابا على واردات الخزينة العامة من القطع الأجنبي محمد القضر دمشق الميادين 82% من الفلسطينيين الذين يعيشون في شرق القدس يعانون الفقر والعوز ونشرت صحيفة هاراتس الإسرائيلية تقريرا جاء فيه أن عدد العائلات التي تعيش تحت خط الفقر ارتفع بنحو ملحوظ عما كان عليه في السنوات الماضية الصحيفة أشارت إلى أن هذه المعطيات تعكس تدهورا خطرا في أوضاع الفقر في القدس الشرقية المحتلة علما أن نسبة العائلات الفقيرة بلغت 76% عام 2013 وقفزت بنسبة 8% عام 2014 وذكرت هاراتس أن 300 ألف فلسطيني في القدس الشرقية يعتبرون من أكبر المجموعة الفقيرة في إسرائيل تراجعت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته مسجلة 985 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري من خفاض سنوي قاربت نسبته 15% الأردن المعتمد على استراد الطاقة عانى خلال الأعوام الأخيرة من ارتفاع فتورته النفطية نتيجة اضطراره إلى استراد مشتقات بأسعار مرتفعة لتوليد الطاقة بعد انقطاع الإمدادات المنتظمة من الغاز المصري الأقل تكلفة نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير المالية أنس الصالح أكد مواصلة المفاوضات بشأن قرارات الترشيد في القطاع النفطي مشددا على حرص الحكومة على حقوق العاملين في القطاع الصالح أكد خلال جلسة لمجلس الأمة أن ما طرح مسبقا كان عبارة عن مبادرات إلا أن النقابات العملية فاجأت الجميع بقرار الأضراب ونفى الصالح ما يثاره من أن التعيينات في قطاع النفط تتم لحساب الأقارب داخل القطاع ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المغرب إلى تسعة عشر في الألف في أيار مايو مقارنة بستة عشر في الألف في نيسان أبريل الماضي المندوبة السامية للتقطيط في المغرب ربطت هذا الارتفاع بزيادة أسعار الغذاء التي تضخمت بنسبة ثلاثة في المائة فاصل ستة وخلال الفترة نفسها تراجعت تكاليف النقل فيما ارتفعت أسعار خدمات الفنادق والمطاعم تبينت مواقف البريطانيين حول خروج أو بقاء بلادهم ضمن الاتحاد الأوروبي وفي ظل تساوي نتائج استطلاعات الرأي بشأن مصير العلاقة مع أوروبا هواجس عديدة تخيم على المشهد الداخلي وتتعلق بقضايا السيادة والأحزاب والحكم موسى سرور من لندن بعيدا عن نتائج استطلاعات الرأي التي لم تحسن بنحو النهائي كفت الترجحات بشأن مصير العلاقة مع بروكسل يمكن الرهان على طبيعة الناخب البريطاني المعروف بأنه لا يهو القفز في المجهول حتى وإن كانت فكرة المغادرة تدغدغ مشاعره القومية فاستفتاء القرن كما وصفه ديفيد كاميرون ستصيب أول سهامه حزب المحافظين الحاكم ففي حال المغادرة لن يستمر كاميرون في الداونينغ ستريت ومن الممكن أن يتعرض حزب المحافظين للتفتت بحسب التقديرات السياسية والإعلامية أما استمرار العلاقة مع بروكسل فسيعد انتصارا لكاميرون ضد خصومه وحافزا لترميم الانقسام داخل صفوف حزبه فكروا في أمالي وأحلام أطفالكم وأحفادكم إذا صوتتم بالخروج فإننا سنخرج من أوروبا إلى الأبد وسيتعين على الجيل التالي أن يتحمل العواقب خروج بريطانيا النهائي الذي لن يكون ساريا إلا بعد موافقة مجلس العموم قد تصيب ارتداداته كيان المملكة المتحدة وتعرضه للتفكك حيث سيفتح الباب أمام اسكتلندا للمطالبة بإعادة إجراء استفتاء الاستقلال عن المملكة وهو مطلب قد يدعمه الاتحاد الأوروبي للتعويض عن خسارة بريطانيا بخلاف الاستفتاء في المرة السابقة كما قد تقود اتفاقية الجمعة العظيمة التي أرست السلام في إيرلندا الشمالية والتي أنهت ثلاثة عقود من القتال بين القوميين الكاثوليك والمؤيدين للتاج البريطاني أعتقد أن من المحتمل أن يكون الخروج حافزا لبلدان أخرى لمغادرة الاتحاد الأوروبي ولا أحد يعرف ما الذي ستجره نتائج الخروج على بريطانيا هذه البلاد لا يمكن أن تستمر من دون المهاجرين فهم يعملون في قصم الصحة والتجارة وغيرهما ويملكون مهارات تحتاج إليها بريطانيا حملات الاستفتاء التي كشفت عمق الانقسامات بين البريطانيين حول الهوية ومدى ارتباطها بأوروبا أثرت أيضا توجسا أوروبيا من فطورة الاستفتاء الذي يبدو أن ثمنه سيكون باهضا برأي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك وبداية النهاية الاتحاد وكذلك للحضارة السياسية الغربية بأكملها خروج بريطانيا من الناد الأوروبي من شان أن تكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية وقد يشجع ذلك أيضا بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي على اتباع النموذج البريطاني والخروج من الاتحاد بنحو قد يفكك المشروع الأوروبي مستسر لندن الميادين أكد نحو 1300 مسؤولين في شركات نصفها من المجموعات الكبيرة المسجلة في بورصة لندن أنهم يدعمون بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عشية الاستفتاء التاريخي في هذا الشأن مسؤولي الشركات اعتبروا في رسالة نشرتها صحيفة التايمز البريطانية أن مغادرة بلادهم الاتحاد الأوروبي تعني تجارة أقل مع أوروبا وعددا أقل من الوظائف بينما الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي يشجع النشاط التجاري ويزيد النمو ويوفر وظائف جديدة حذر مفوض الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي من إقدام المصارف على نقل أعمالها من لندن إلى فرانكفورت وباريس إذا قررت بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي وفي حديث صحفي قال المفوض الأوروبي أنه زار لندن ومنشستر وغيرهما من المراكز المالية البريطانية وحذر من عواقب الخروج من الاتحاد الأوروبي لأنه سيؤدي إلى نقل نشاط المصارف وسنديق الاستثمار ووظائفها إلى مراكز مالية أخرى عادت الحكومة الفرنسية عن قرار منعها تظاهرة احتجاجية تنظمها النقابات يوم الخميس وكانت الحكومة قد تذرعت بحجة منع أعمال العنف فيما اعتبرت النقابات أن القرار يهدف إلى كم الأفواه ومنع المواطنين من مواجهة قانون العمل الجديد وكان وزير الداخلية في فرنسا برنار كازنوف قد أرسل رسالة موقعة باسمه إلى السكرتير العام لنقابات العمال الفرنسية فيليب مارتيناز معددا فيها مواصفه بالاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة والشرطة الفرنسية خلال التحركات السابقة مانعا إقامة أي تظاهرة متحركة في العاصمة الفرنسية شركة الإسمنت الفرنسية لافارج حاولت تشغيل مصنعها في سوريا بالتعاون مع تنظيم داعش وذلك خلال عامي 2013 و2014 وذلك وفق معلومات لصحيفة لوموند الفرنسية الصحيفة قالت أن الشركة حاولت تشغيل مصنعها القائم على بعد 150 كم شرق حلب فيما بررت الشركة تنصيقها مع داعش بالقول أن الأولوية المطلقة لديها هي ضمان أمن وسلامة موظفيها أقعت مجموعة بيجاو ساتروان الفرنسية لصناعة السيارات اتفاق إنتاج مع إيران خودرو المملكة للدولة استعدادا لعودتها إلى أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط الشركة الفرنسية لفتت إلى أن المشروع المشتركة مناصفة بين الطرفين سيستثمر ما يصل إلى 450 مليون دولار في الإنتاج والبحث والتطوير على مدى السنوات الخمسة المقبلة وتريد بيجاو ساتروان إعادة بناء حصتها في السوق الإيرانية التي غزاها منافسوها الأسيويون اليوم هو مناسبة مهمة لنا إنها العودة الحقيقية لمجموعة بيجاو ساتروان إلى إيران نحن فخورون جدا بالتزام شركتنا مع إيران ومن خلال هذه الشركة الإيرانية سنظهر أننا ملتزمون حقا مستقبلا وعلى استعداد للإستثمار في هذا البلد صحيح أن مفاوضاتنا بدأت قبل التواصل إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر ولحسن الحظ بعد الاتفاق النووي تم توقيع التفاهم الأولي خلال زيارة رئيس حسن روحاني إلى باريس مع هذا الخبر ناتي إلى ختام الاقتصادية المفصلة نشكر لكم حسن المتابعة كالعادة المايدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء